بسم الله دلوقتي لو انت عندك 100 من المعلومات المضربطة ممكن تعملها حاجة زي خريطة زهنية ايه خريطة زهنية عاملة زي الخلية اللي موجودة في المخ ببقى عنصر اساسي ومترابط مع بقية العناصر زي ما تشوف مع بعض دلوقتي ده المجرد ان انت اول ما تشوفها هتسهل عليك ان انت تفتكر التفاصيل والمعلومات اللي موجودة في الواحدة او في الكتاب اللي انت بتذكره ممكن مثلا كتاب عايز تلخصه فتكتب اسم الكتاب وبعد كده ايه العنصر اساسية وايه العنصر الفراعي هقول له اعمال لي ده موقع اسمه كوكل.it كوكل بسي بشبجي هقول له كريت دياجرام هايبلي يقول لي اكتب العنصر اساسي يعني ممكن تكون انت مثلا بتخطط الانقلاب بتخطط تعمل مالة في حد بتخطط لاي حاجة تجي هنا تكتب مثلا عنصر اساسي رحلة زيد ويتجي هنا بقى تكتب العنصر الفراعية بتاحتك وليكن مثلا هنا العنصر مثلا شراء سنارة وبعد كده بقى تشوف ايه العنصر تانية اللي انت ممكن تحطها ممكن تجي هنا تقول له يعني شراء سنارة دي تحتها كعنصر زي مثلا ايه استيل الفلوس عشان ما معايش فلوس ممكن تجي هنا تقول له انا عايز عنصر فرعتين الرحل السيد دي جت زي مثلا ايه شراء طعام دوة تقلص القرص في اي وقت افتح خلار مثلا ليد فالليد مثلا توفير مياه وتوفير كهرباء والمحافظة على البيئة والمحافظة على الموقع المسادم كل حاجات دي هتلاقي في خارطة هنا واحدة هتلخص لك القصة كلها لو بذلك الادارة هتقول مثلا الادارة كذا في البي امي بي انقسم لكذا كذا كذا هتلاقي سهل جدا ان انت ترجع الموضوع بسهولة في اي وقت ممكن تجي هنا وتروح ايه دايس راك لك هتلاقي ان هو مديك شوية خصائص ده مثلا اتو ارنج اللون اندريد كوبي درجت وترسفل اد اد ممكن تضيف واحدة كبه كما هنا واقع كذا تمام تحط صورة تكتب تحط لينك زي ما انت عايز سيرش فور ايكون لا تحط ايكون بشكل جميل فممكن تعمل غريطة ذهنية دسمة وغنية بالاشكال والصور والالوان زي ما انت عايز وموجودة اونلاين من غير ما تشتري ومن غير ما صدت البرامة